يا ميزان في عندك هروب من شيء شيء انت خايف منه حاجة متوقعة مسلا متوقعة انها تحصل وبتهرب منها عملت حاجة غلط وخايف حد يقنبك في حالة هروب واللي هو لو تواجهت حتواجه بعنف شوية فبتفضل الهروب لانك مش عايز تواجه لان لو تواجهت حتكون موجهتك عنيفة شوية انا بنصحك او التروب ينصحك واجه ما تهربش بس واجه بدبلوماسية حاول تحل الامور بهدوء بالراحة وبإذن الله كل شيء هيتحل زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة مشاعره متزنة والمزاج يعتبر معتدل ما فيهوش تقلبات كتير المزاج ان شاء الله معتدري وكمان الكارد ده بيدول يا ميزان انت لو في علاقة فالعلاقة كمان متزنة يعني ما فيهاش مفيش مثلا عطاء بالزيادة مفيش او مثلا بعد او اسوأ بالزيادة كل شيء متزن يا ميزان فيه شخص بيحبك انا ما عرفش يعني كل واحدة على حسب حالته شريكك اللي معيك بيحبك جدا وعايز يقدم لك عايز يقدم لك حاجات كتير يعني نفسه يقدم لك كمان اكدر من هو بيقدمه لك اللي لسه مش في علاقة فدي علاقة جديدة فيه شخص هيقرب منك وحيعرض عليك عرض وحيعني هيقدم لك شيء في جلت الحالات حاجة حلوة جدا 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 الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله تحسن كويس قوي العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده والتطور المادلي اللي انت في ده بسم الله ومشاء الله ربا نازل بيبارك الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان مسيطر على الوضع بتاخد قرارات شديدة قرارات مهمة وقرارات مصيرية ننتبه للموضوع ده لو قرار مصيري نخلي بالنا لان في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي خلي بالك من النصايح اللي بتتقلك ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم باي خطوة بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول فيه خوف ما فيه شك فيه حاجة مخوفاك فيه حاجة قلقاك النوم عندك مختارك شوية الآن فيه قلق فيه هنا كمان بسم الله ما شاء الله يا جماعة احنا وصلنا 3K انا فينصدق ازاي وشكوا حلوة عليها كده ايه الجمل ده 3K الحمد لله يا رب الكارت ده بينم عن الخير فيه خير جايلك جاي في اتجاهك انت وجايلك بسرعة شديدة الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجعلك الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة عملت مجهود جامد فيها بازلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المرضود بتاعها في وقتها دلوقتي هتاخده ان شاء الله جايلك المرضود ده قريب جدا المطلوب منك المطلوب منك بتقولك لازم تقرب من ربنا الفترة دي تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا فيه اسرار كمان عندك يا ميزان واضح ان فيه اسرار خلي بالك لا تتفشي فيه كمان الكارت ده بيدل على ان السر بيتفضح اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هيتعرف خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا ده مجيشن الساحر الساحر ده نهاية وبداية يعني فيه شيء بينتهي مرحلة تنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول مرحلة دي انت اكثر خبرة فيها الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول معاه العصى ومعاه الكوباية والكوين معاه كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا ففرصك كتير يا ميزان هتعرف تستغل لها كويس لان عندك الزكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحالة المادية دي نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغل لها كويس نلخص القراءة محبوب من حبيبك يا برج الميزان حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يديلك حاجات كتير جدا الناس اللي مش مرتبطين في علاقة فيه شخصة حيتقدم وحيتكلم وحيبوح بالحب بتاعه فيه هروب من حاجة يا ميزان لو بتهرب من حاجة واجهها واجهها بصورة بطريقة منطقية وبهدوء من غير عنف حتى لو كنت غلطان فيش مشكلة مبلاش اسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني يخدوهم بالصوت ده لا لو غلطان اعترف بغلطك واللو قدامك اكيد هيغفر وحيعدي الموضوع عادي جدا حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصيح مش كويسة ما بنقولش ان ننحيه لا خليه موجود بس اي حاجة يقول هالك عيد التفكير وننظر فيها ادي القراية الاولى الحمد لله حلوة جدا يا ميزان ما شاء الله مش باين عندي سفر مش باين عندي اي حاجة من الحاجات دي بشكرك يا هالك انما اللي يهمني الحلال الحلال المادية الحمد لله انها متطورة وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكدر الفترة دي حتى على سبيل الشكر على الحلال المادية اللي بتتطور دي الحمد لله ربنا يزيدكم ان شاء الله وشو حلوة على الناس والله فعلا يا نونة وشو احلى مرة اعلى ارقام شبتها في حياتي يعني مش عارفة اقولكو ايه الميزان انا ما موت فيكو انا كل يوم هو الميزان كل يوم ياسر اوه 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 sandy اله هيختروهم ولاق و احمد هما اللي هيبعتوني الاسمين ياروشا ilodiou mor حياتي بتلمي لي انتي اوكي. تمام. هقول الحوت طبعا يا محمد الحوت هيتقال ان شاء الله قريب جدا جدا. الناس اللي انضموا لينا جداد للصفحة منوريني اهلا اهلا بيكم. اعملوا وشار قصدي فالو ولايك للصفحة علشان ما يفوتكوش الفيديو اللي جاي. الحوت هيتقال يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي ده. بليز علشان ما يفوتكوش الفيديو اعملوا فالو للصفحة. اندي زي كده والله كنت قلتيني. الحمد لله يا رامز الحمد لله. كويس جدا. اه بيحبوا فعلا. منه منه ارتاح يا منه. رياحي شوي. رياح يا منه شوي. ما يعني احنا ما اختلفناش على كده ما هو بيحب فعلا. هنهزر. انتي جميلة او ينزيلة ماشا جدا. يا ربي خليكي يا سمام سهام تسلميلي حببتي. يا فعلا عشان غلط راكو. ايوه ايوان ايوه يواجه ويبطل هروب. طيب تعالوا نشوف الحالة العاطفية بقى للميزان اخبارها ايه. لا 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 انا احنا قربنا على 4k انا مش صدقها. لا 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 انا عايز اوصل 4k. مليش دعوه. مليش دعوه. انا عايز اوصل 4k. يلا. يلا شير 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 كمان. بس مش كتير قوي عشان محاش حصلوا بقى. بليز قلنا. لا خلاص 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 خلاص. خلينا كده. خلينا كده. الحمد لله حل وقوي. طيب. الحالة العاطفية. المرحلة الاولى من برج الميزان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي انتي بالذات ها? تعالوا بقى نشوف الموضوع. اوكي. الميزان عايز ايه? الميزان متكتف يا جماعة. بسوا عامل ازاي? متكتف. مش عارف ياخد حركة ولا خطوة. ليه بقى? خايف. السمم غيمة. مش شايف قدامه. هو مش شايف قدامه. الخطوة اللي جاية دي. هل هتبقى صح? هل هتكون غلط? فهو قرر ان هو يقعد مكانه. ما ياخدش اي خطوة. قالك مش هتحرك. بس هو متدايق من الوضع اللي هو في ده. نفسه الحالة دي يخرج منها. فور كي الله اكبر والله ما صلي على كامل النور. انا مش صدق نفسي يا جماعة. لحنا لازم نحتفل. لازم نحتفل. بجد شكرا. بجد شكرا. بحبوكو قوي بجد. هنا بقى في مشاكل بالهبل. بالهبل عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها. مش قادر يرفعها حتى من على الارض. فوق حتى مستوى تحمله. فوق ما هو يتحمل. نفسه برضو في مساعدة. عايز مساعدة من الشريك. واخد بالك. كوينوف وانز ده. الميزان شايف شريكو كده. كوينوف وانز دي. هو مش دور يتكون دي. ممكن يكون ده. كوينوف وانز ده. شخص قوي. شخص عائل. شخص بيتحمل مسؤولية. شخص جدعة. بيشوفو شخص جدعة من الاخر. وعنده عطاء. بصوا ماسك وردة. يعني عنده الاتنين. ماسك عنده الحكتين. عنده الحنان والحب. وعنده القوة. الاتنين مع بعض. ففيش احلى من كده. شايفت بصورة حلوة جدا يا ميزان. قصدي انت يا ميزان شايف شريكة بصورة دي. الطاقة ما بين الميزان وشريكو هدف. فيه هدف هو انتو بتسعوا ليه. انتو الاتنين. وعايز ومش هترتاحوا غير ما توصلوا ليه. الناس دي لو هم متجوزين. فالهدف ممكن يكون انتو عالم دي. المهم ان انتو الاتنين على نفس الصفحة. انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحة. هدفكم واحد. شريكك بقية يا ميزان. حاسس بخسارة. حاسس بتقل على كتاف وحاسس ان هو مهزوم. وخسر خسر شئ كبير جدا. نفسه. نفسه في حالة مادية احسن ممكن يكون دي حاجة كمان من حاجات اللي مقصرة عليه. انه نفسه حاته لمادية تكون احسن. وشايفك ازاي? شايفك اساس قوي جدا. اساس ممتاز. بس محتاج شغل. في حاجات موقفة الموضوع. في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتو الاتنين مع بعض. في شيء هيحصل الفترة دي. دي حالة انتصار. العلاقة دي هيحصل فيها حاجة. يعني مش عارف اقول هي فرحة عمتن هي فرحة. لو كان في فراء الفترة دي وانتو بعاد بما ان انا شايفة انه هنا ده متبتف مش عارف يتحرك. وده حاسس بخسارة. فانا حاسة انه ممكن يكون حصل فراء. او مش شرط فراء بمعنى فراء اللي هو انفصال او طلاء او ان انتو تسيبوا البيت. حتى فراء ان انتو بعاد عن بعض. في بيت واحد ومع ذلك منفصلين يعني. في حاجة كويسة هتحصل للعلاقات اللي هتحتفلوا بحاجة. في رجوع. في شوية حيرة طبعا مرحلة اللي بعدها زي ما تقولوا انتو في عملية تحول. يعني انتو كنتو في حاجة كنتو في مرحلة كنتو بعاد او كنتو ما كنتوش مع بعض. وبتديتو ترجعوا. ففي شوية حيرة مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المزبوطة. لكن برضو. هتقدموا لبعض حاجات. يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان. والشريكك هيقدم لك حاجات في المقابل. وهيبقى فيه جو وقلفة كده. والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله. اللي يهمني في الطاقة انو كنتو الاتنين رايحين لنفس الهدف. دي اكتر حاجات همني. زعل حاسس بخسارة. شريكك خايف ياخد اي خطوة الميزان يعني مش عايز ياخد اي خطوة وثابت مكان ومشاكل كتير. عايزين فلوس الحالة المادية عايزين تتطور كل دي مشاكل. طول ما الهدف واحد كل دا يتحلل. ان شاء الله كل دا يتحلل. وشاء طبعا شايفين بعض بصورة حلوة جدا العلاقة كويسة. بازن الله وهيحصل فيها تغير الفترة اللي جاية. ما تفقدوش الامل يا جمعة. طيب. ارية برضو. حلوة. فور بوينت فور. لا 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 الله اكبر الله اكبر باسم الله ما شاء الله. فعلا بشكرك يا رانيا. اه يعني ايه برجة اركم مرة? البرج بتقال مرة واحدة في الشهر يا ام محمد. مرة واحدة بس. طيب مش مشكلة يا نهلة خالص مش شارط على فكرة القراءة انت باق عليكي بالزبط. بالزبط الحمد لله. اوكي. تانكيو سو ماتش يا خالد. يا سوريا انت لاموره بشكرك يا روحي جدا حقرالك العزراء قريب جدا ان شاء الله. انا عمسي زيك. لا 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 انا زعنا منك انت بقالك كتير ما بجيش. اوكي. فور بوينت فايف كيه. الميزان. الميزان مش هو حلوي صراحة. سبحان الله كلمت مصد. بشكرك يا انغام جدا. حاضر يا علا احنا دلوقتي قلنا المرحلة الاولى اللي هي 22 ستمبر اللي 31. اه ايوا بقى ان شاء الله يعملنا. ربنا يبعث لك الخير يا روحي. يا كامي اهلا اهلا. التور اتقرى يا رانسي مش بقولك غيبة بقى لك فترة ما بديش قريطه اول مبارح على فكرة. بس يا رشيدة ده قراءة البرج بشكل عام. اللي انت بتكلمي عام انا اكلمك اكلمك انت شخصيا دي قراءة خاصة. You're talking about love. ياس يا ياسر. This was the relationship. reading. باذن الله يا نور الايمان. باذن الله كل حاجة هتبقى حلوة جدا. او النبي اخويا لأ ان شاء الله فقط. ان شاء الله تفرحوا كلكم. كلامكم مزبوط جدا يا نير. مرسي يا سمر جدا. بشكرك على الفيدباك ده حبيبتي. السلطان. قصدك السرطان. السرطان برضو قلنا. مش قلنا السرطان. مش قلنا السرطان يا احمد. وعليكم السلام يا محمود. اهلا بيك. نشوف شوافة. زرنا تكون جات عندنا من عندها. ايه? بتخرجش. مش فاهمة يا رحيم. انا مش فاهمة انت بتقول ايه? اوكي. طب تعالي تعالي يا رشيدة تعالي يا روحي تعالي تعالي. باي. اوكي. اقسم بله صح. مرسي يا صحر جدا. دلوقتي حنقول. المجموعة التانية. برج الميزان. ان شاء الله يا ملمز. المجموعة التانية من واحد لحد عشرة اكتوبر. الميزان. طبعا كل موليد الميزان. في المرحلة التانية كل سنت طيبين. هابيست بيرت داي. قراءة صح مليون في المياه المرسيه من. العفو يا المياه المرسيه حبيلي قوي. ربنا يخليكوا لي. يلا بينا. قراءة المجموعة التانية. برج الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بس يا ميزان لو انت دلوقتي بتمر بمشاكل وعندك حاسس بهزيمة او حاسس بحالة ضعف وهن كده. يعني hold yourself كده. gather yourself في طاقة انتصار جايلك. safe. ace of swords. هتحس بقوة شديدة جدا. يعني حتى لو انت ما كسبتش المعركة. مش هتحس بالنهزام. مش هتحس بضعف. لا إلا إذا كنت يعني هتكسب المعركة بالفعل. انت شخص قوي. ما بتكسرش. ما تتهزمش. وما بتتنسيش. فيه معافاة كمان من شيء كان تعبك يا ميزان. يمكن تكون كنت تعبان جسديا او تعبان نفسيا. كنت في حالة بعد شر رائد او نايم او. يعني حتى ممكن تكون حالة نفسية وحشة لدرجة صعبة جدا. فيه معافاة من الحالة اللي انت فيها دي. هتقوم وهتصح. وهتفوق وتصحصح كده. الكرة ده كمان لي معنى تاني. انه انت هتطلق حكم نهائي على شيء. خلاص. حاجة كت متعلقة بقالها فترة طويلة ونيمة برضو. فانت هتاخد قرار نهائي خلاص. الحكم النهائي. الحكم النهائي ده هيحصل بعديه احتفال. الله اعلم. دي مش علاقة سلسية. انا احتفال. هتبقى محتار شوية يا ميزان. اخو اعمل خطوة دي ولا ما عملهاش لان اعملت بسطة بيطارة هيحصل ده ولا ده ولا ده. خايف من توابع القرار اللي انت هتاخده. ما تخافش. جمع بس معلومات على قد ما تقدر. وان شاء الله فيه احتفال. برضو الحالة المادية كويسة جدا. بسم الله ما شاء الله فيه تحسن كويس جدا. وحالة من الاستقرار. مفيش بقى مطباط. مفيش مفيش يعني اللي هو مره يوم معيك يوم معكش الكلام ده. لأ ان شاء الله باذن الله دايما هتكون حالتك المادية مستقرة وكويسة. القوة. كارت القوة. ده بالنسبان ليه معناين. يعني انت بتتعامل مع شخص قوي جدا. ممكن يكون مدير عمل. ممكن يكون اب او ام شخصيات من الشخصيات القوية. او حتى يعني ايان كان زوج او حد. الشخص ده قوي جدا. شخصيته قوية. عشان تسيطر عالشخص ده. محتاج تسيطر عليه بعقلك. مش بالقوة. خالص. زي ما انتو شايفين ده اسد. ده اقوى شيء. فانت مش هتعلي عليه. اللي هتعمله. انت هتحاول تروده. وتسيطر عليه. بس بعقلك. زي. الرعاية. بالطبطبة. بالكلمة الكويسة. يعني تعرف تكسبه بالطريقة دي. اشتركوا في القناة.